تحت الصفيح وبينه أرغم الطالب على اللجوء إليه بحثا عن العلم في مدرسة الإغرارات بمدينة مسلاتة لا كهرباء تضيء عليهم عتمة الصباح الباكر ولا دورة مياه ولا سقف ولا أسوار تحميهم من برد وأمطار الشتاء وحرارة الصيف أولادنا يقروا تحت المطار في الموية جاءوا من موسم الدراسة والمطار تصب عليهم مش معقولة في 2020 قاعد المواطنة تحت صفيح مدرسة متهالكة وغير متكاملة هناك سطح عشرين الفاجة يعني مقاعد وأرفف أكل عليها الزمن وشرب أمتعة ووسائل قديمة يستخدمها المدرسون محاولين بها مواصلة التعليم في مدرسة تفتقر لأقل المقومات رغم كل المناشدات هذه المدرسة معروفة من السبعينات هذه موجودة تريلات في الأول زورت تريلات بس وبعدها قاعدنا اللقطة موجودة داتي ومخلطة وهذه المبنى وقدامكم مصقف بيه الزينغو وطالع مدرسة تانية في المشروعات ولحد الآن ما طلعش المدرسة هذه شي السبب مش عارف حال يعكس حقيقة الإهمال وأثار الفساد الذي طال كافة القطاعات الخدمية في البلاد إلا أن إهمال المؤسسات التعليمية يجعل الخطر أكبر فلا مستقبل مشرقا دون علم ولا علم دون مؤسسات مرموقة ترجمة نانسي قنقر